محاولات تكتنفها صعوبات جمة أمام المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعي الولد الشيخ المتواجد حالياً في صنعاء لإحياء عملية السلام المتعثرة لا تبدو صورة واضحة أمام مراقب المهمة الأكثر حساسية للمبعوث الأممي والتي تأتي بعد انقضاء هدنة اكتنفها الفشل منذ ساعاتها الأولى مصادر عدة تحدثت عن أن المبعوث الأممي يعرض مع الانقلابيين في صنعاء خطة سلام لا يبدو أنها تتطابق مع تلك التي أقر خطوطها العريضة اجتماع جدة قبل شهرين وكشف عنها حينها وزير الخارجي الأمريكي جون كيري أسئلة أثارتها التغريدات المثيرة للاهتمام التي أطلقها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي في هذه التغريدات حذر الوزير المخلافي من أن أية محاولة لإبقاء الميليشيا وسلاحها على أي من أراضي جمهورية لن تكون مقبولة من الشعب الذي قدم آلاف الشهداء من أجل السلام والتحرر من الميليشيا وفي حين أكد أن الحكومة تنشد السلام وإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلابيون شدد المخلافي على أن ذلك يستوجب إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وتسليم السلاح وانسحب الميليشيا والالتزام بالمرجعية الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار والقرار رقم 2116 الصادر عن مجلس الأمن ودون ذلك شرعنة للانقلاب ولن يحقق السلام كما كتب المخلافي مراقبون رأوا في محاولة التشويش من جانب الانقلابيين على مهمة المبعوث الأممي محاولة للتغطية على طبيعة المشروع الذي يحمله ويبدو أنه يقارب مطالب الانقلابيين لذا عكست تغريدات وزير الخارجي قالقا واضحا حيالا ما طبيعة مهمة المبعوث الأممي إذن في صنعاء سؤال برسم النتائج التي قد لا تطول محاولات إخفائها كثيرا عن المراقبين والمهتمين بالتطورات غير المنضبطة في مشهد يمني مضطرب موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة